عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه رواه أبو داود في هذا الحديث يعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شأن الأسرة يريدها كيانا يمثل الوحدة الأولى للمجتمع يريدها كيانا سعيدا هادئا ويفضل هذا الهدوء وهذا الحال وهذا النظام ويقدمه على عبادة النفل ويجعل الزوجة لا تصوم إلا بإذن زوجها في النفل لكن في رمضان هذا فرض عليها وعليه ولا يجوز لإنسان أن يأمر بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ترجمة نانسي قنقر